انتهت قيمة الجولة السابعة من البريملي الليك واللي جامعت ليفربول بمانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي 2-2 المباراة اللي احتضانها ملعب أنفيد شهدت كالعادة تفاصيل تكتكية مسيرة بين الفريقين وقيادة موديل الفان يورجون كلوب بدأ ليفربول المباراة كالعادة بـ 4-3-3 في غياب أليكساندر أرنولد الناحية الثانية بدأ مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المباراة برضو بـ 4-3-3 سيتي بدأ المباراة بالضغط بكتلة متوسطة بـ 4-3-3 واستخدموا كتلة عالية في حالات ضربات المرمى بس فكان هدفهم حرمان ليفربول من العمق وتوجيهه للطرف فكان خصص بيضغط على فاندايك وفودن بيضغط على ماتيب في حين ان جريلتش بيرائب فابينو في الوقت اللي بيغطي فيه سلاسي الوسط ديبروين برنارد ورودري للمساحات المركزية بين الخطوط لكن بقاء واحد من قصيرة ليفربول في المرحلة الاولى لابناء اللعب كان معناه انهم هيكونوا متفوقين عددية على سلاسي سيتي الامامي وبالتالي كان متيب بيلاقي فرصة انه يسعد اكتر بالكرة بعض ما يضمن النفوذ المشغول بميلنر ولما يوصل للتالت التاني من الملعب بيبدأ يمرر اما ناحية ميلنر على الطرف وبالتالي يجبر لعيبة سيتي على الرجوع لمناطقها وفي نفس الوقت يكونوا دخلوا في المرحلة التانية لابناء اللعب واللي بيكون شكلهم فيها 2332 او يمرر عمودي الجدة ويكسر خط ضغط سيتي التاني بعد مرور عشر دقايق بيبلاحظ ان نظرية ضغط فريقه مش فعالة علشان كده غير هيكل الفريق اثناء الضغط بكتلة عالية من 433 ل442 واستمرار شكل 451 اثناء الدفاع بكتلة متوسطة وعميقة فرغم ان السناء الامامي هيكون في مواقف 3 ضد 2 مع باندايك وماتيب وفابينو لكنهم حلوا ده بطريقة حركتهم اثناء الضغط ففي البداية بيحصروا فابينو بينهم وبعدها بيبدأ واحد فيهم يضغط على حامل الكورة في الوقت اللي بيكون التاني مستعد للضغط على اللعب اللي هيستلم وقابلها بيكون قفل زاوية التمرير على فابينو وبالتالي قلت حرية ماتي بفجاري بالكورة ولما بيحصل بيكون فودي مرائب لميلنال على الخط كان سلو مرائب لصلاح في نص المساحة اليمين في حين ان بيرناردو بيكون قريب منهم جدا علشان يعمل تفوق عدبي وبالتالي نجح بيب في إبطال فكرة كلوب أثناء استحوازهم على الكورة ليفربول كان هدف المساحة اللي بتظهر بين كانسيلو لابورد وهي بالتبعية طريقة ليفربول لاختراب دفعات الخصوم في المباريات الأخيرة فزي ما كلوب كان بيطلب من أرنود انه يتحرك من الجامب النص المساحة اليمين طلب نفس الأمر من ميلرد في حين ان صلاح بيلازم الخط الجانبي وهندرسون بيبدأ يعمل الأوفرلاب أما ضغطهم فكان بيتم بكتلة عالية بأربعة واحد أربعة واحد عن طريق تحرك كتلة الفريق بشكل أوفوبي وكان هدفهم قطع الاتصال تماما عن رودريك ووضعوا في مصياد الضغط فأثناء ضربات المرمى كان صلاح ومانيبي ضغطوا على لابورد ودياز في الوقت اللي جوتة بيرائف فيه رودريك أما في الحالات العادية فكان جوتة بيروح يضغط على واحد من لابورد أو دياس بشكل كتري علشان يمنع مصاري التمريد للعرض وده بعد ما يقفل زاوية التمريد على رودريك في حين ان مانيو صلاح بيكون مستعدين للضغط على الصهير اللي الكرة في نحيه وأثناء ده هندرسون وجونز بيراقبوا بيرناردو دي بروين في الوقت اللي بيصعد فيه تبينه لما يلاقي فرصة لوضع المسياد على رودريك الأمر اللي منع ستي من الخروج بالكرة بأرياحية خلال التلت ساعة الأولى علشان بعدها يطلب بيب من ووكر ان يضموا لداخل الملعب أثناء المرحلة الأولى من بناء اللعب ويستخدم الفريق عيكا لغير متميزة وبالتالي يقدر الفريق يطلع على رودري وينقل اللعب للجهة العكسية اللي بيكون ميل فيها بيرناردو ويخلقوا زيادة عزية هناك وموقف ثلاثة ضد اطنين واللي وجد ليفربول صعوبة كبيرة بالتعامل معها علشان كده اضطروا في أحيان كتير انهم يدفع بقطة المتوسطة وعميقة بأربعة خمسة واحدة اللي ساعة سيدي كمان كانت تمريرات قلوب الدفاع الدقيقة تحت الضغط وخاصات اللابورت اللي بيقدر يستخدم وضعيات جسده بشكل مثالي وحتى استخدام قطم الضعيف تواصلت دكو التمريرات ديازة لتلتة وتسعين في المية واحد وخمسين تمريرة صحيحة من أصل خمسة وخمسين والابورت واحد بسعين في المية ستين تمريرة صحيحة من أصل ستة وستين الأمر اللي خلى صلاح دايما في حيرة بين انه يروح ويدغط على اللابورت أو يرقى بكانسيله ومع انشغال هندرسون بالاقتراب أكتر من رجل الوضع للمسيضة كان ميلنر بيلاقي نفسه في مواقف واحد ضد واحد مع فودي علشان ينتهي الشوت الأول بسبعة تسدات لسيتي مقابل تسديدة واحدة بس الليفربول لكن عبهم بس لإنهاء لخيل الهجمات في الشوت الثاني كلوب عدل من طريق الضغط فريقه علشان يمنعوا لابورت ودياز من التمرير بقريحية وأثناء ده بيقفلوا عليهم مصارات التمرير العاملية مع ميل أكتر لفابينو في الناحية لامين علشان يعمل تكافؤ عددي هناك فكان صلاحه ماني يضغط على الأقلوب الدفاع ولما صلاح يكون ملازم لكانسيله كان بيطلع هندرسون لخط الضغط الأول لأن الأولوية كانت عدم طرق حرية للابورت بالجرة في الدقيقة 68 كلوب نزل فردينو مكان جدا وده كان معانا أن الحملة هيكون كبير على رودري ومع تغييب طريق ضغط ليفربول فبيب طلب فورا من برناردو أن يسقط للتلت الأول علشان يعمل زيادة عددية أثناء الخروج بالكورة ويجبر جونس على التحرك لجوه أكتر مع التزام دي بروين بنص المساحة وخصص بالخط الجانيبي في الناحية اليمين فبدل ما الفريق يشتغل مباشرة على الجهة الشمال واللي أصبحت مقرؤة كانت فكرة بيبن أنه يفضل المساحة ناحية اليمين في التلت الأول والتاني وبعدها ينقل الكورة للشمال في التلت الأخير علشان بعدها يرد عليه فلو ويخرج من ضغطه بإعطاء تعليمات لجونس أن ينزل بين باندايك وماتي علشان يعمل زيادة عددية ويرجع الحرية مرة تانية لماتي اللي قدر يكسر خط ضغط سيتي التاني فأكتر من المناسبة واللي كان منها الهدف التاني بعد التعادل أمام الشيلسي المنقوص عدديا والرجوع بنقطة من برينفون فليفربول بيفكت نقطتين غاليين جدا في سباق اللقب قبل شهور من فقدانه لصلاح وماني أما سيتي فالتعادل بالنسبة لهم في أنفلد بعد الرجوع في النتيجة مش نتيجة سيئة خصوصا بعد الهزيمة الغير مستحقة أمام بيس جي ترجمة نانسي قنقر